اشتركوا في القناة على أون الكاتبة الحساسة واللي بتيجي أختها هيون وتقول لها أن مكتب الوسيط العقاري اتصل بيها وقال لها لو قدرت تقنعها في بيع البيت هيكون لها عمولة كويسة جدا فبترفض أون العرض وتقول لها أن البيع بالنسبة لها شيء مستحيل وتاني يوم وبعد الشغل قال باول حبيبته هيون أنه عنده خبرين واحد منهم حلو والتاني وحش ونبدأ بالحلوة وأنه الحمد لله بقى عنده وقت فراغ علشان يقضي معاها أما الوحش فكان مفاجأة طبعا وهو أنه الحمد لله برضو اترفض من الشغل ساعتها بتتصدم هيون من اللي قاله باو واللي كمل كلمه وقال لها هاي حبيبتي انبارح قلتي لي أنك عايزيني في حاجة خير إن شاء الله فبتقوم هيون رمي القنبلة في وشه وقال له أنها حامل وبعد كده اجتمع مايك مع المساعدة بتاعته اللي عملت كل جهدها في أنها تقنعه بأنه يوافق أنه يكون الوجه الإعلامي لشركة الإنتاج اللي عايزة تتعاون معاه لأنه كده عنده فرصة كبيرة فإنه يشارك في بطولة أفلام صينية وكورية كمان وقاعدة جمهوره هتزيد ولما بيقول لها مايك طب بالنسبة للغنى حضرتك فبترد عليه المساعدة وتقوله إن الغنى مفيش منه أرباح قد الأفلام وده اللي بيضايق مايك وبيمشي بعد ما بيقول لها إنه مش مجرد سلعة بيعوا تشتري فيه بعد كده بيروح مايك ويقف قدام بوتيك الملابس بتاع حبيبته اللي طلب منها تيجي تتغدى معايا قبل ما يسافر كوريا لكنها قالت له إنها مشغولة جدا ومن الأفضل يتقابله بعد ما يرجع ومش بتكون مهتمة إنها تشوفه وده اللي بيحزن مايك جدا في نفس الوقت كانت قون عند رئيسة التحرير اللي طلبت منها تعدل في الرواية لإن أحداثها مش متربطة وبترفض تشتريها ولما بترجع قون بتفتكر ذكرياتها مع والدها اللي كان أكبر دعم ليها وبعض رحيله بقت حس بالفشل في كل خطوة في حياتها وبسبب الديون اللي على هيون بيقدر باوي يقنعها إنها تبيع البيت من وراء قون وإنهم كده مش هيعملوا حاجة وحشة بالعكس دول كده هيقدروا يأمنوا حياة قون بمبلغ كويس في البنك علشان كده بتعمل هيون وباو تمثيلية على قون ويقولولها إنها فزت لرحلة الكوريا لمدة خمس تيام مدفوعة التكاليف وبصراحة الناس ما عارفوش يبينوا لقون أكتر من كده إيه علشان تعرف إنهم نويين يعملوا حاجة من وراء ظهرها بس ماشي المهم بعد ما قون جهزت شنطتها والفرحة ما كانتش سيعيها طلعت على المطارة على طول في نفس الوقت كان مايك ينيك وهو مجبور على السفر بسبب شغله وتعاقداته وبالصدفة البحثة طبعا زي ما احنا عارفين إنه قون قعدت جنب مايك في الطيارة وكانت بالنسباله كائن مزعج جدا وما كانش عارف يتخلص منها ازاي خصوصا بعد ما تقيقت عليه وبعد ما بيوصلوا كوريا بيكتشف مايك إنه قون نزلت معي في نفس الفندق شوف يا خي الصدف سبحان الله وبتكون قون سعيدة جدا أول ما بتشوف الموظفة اللي نبسة ما لبس كورية تقليدية وبقت من الفرحة مش عارفة تقول لها إني هاسيوا ولا كاميسي ميدا وأول ما بيلاحظ مايك وجودها بيحط إيده على قلبه وما بيكونش عارف هتتقيق على إيه في المرة دي وبتطلع قون بعد كده لغرفتها في الفندق وهي كلها طاقة مش عارفة توديها فين ولا فين علشان كده بتنزل تتمشى تحت وتتفرج على طبيعة كوريا الخلابة وهي منبهرة أما على الجانب التاني فكان مايك بيعمل مقابلاته الصحفية والذي منه وفي وقت ما كانت قون بتتصور اتعرفت على جاي اللي كانت فاكرة أجنبي لأنه بيتكلم إنجليش كويس قوي علشان كده ما فهمتش منه حاجة وقالت له بلغتها لو كنت فاكر إنك ممكن تغازلني أنسا وده اللي بيخالي جاي يضحك ويرد عليها بيت تايلاندي ويقول لها على فكرة يا أنسا أنا لقص ده غزلك ولا حاجة ويريت صف النية وده اللي بيحرج قون جدا لكن بعد كده بيتصحبه على بعض وبيقضه اليوم سوا ولما بتمشي قون بيحس جاي بانجزاف كبير ناحيتها بسبب طاقة اللطف اللي بتخرج منها واتاني يوم بيروح جاي قابل مايك اللي بيطلع صديقه وساعتها بيسألوا مايك عن حالته العاطفية فقاله جاي أنه قابل هنا بنت لطيفة جدا وأعجب بيها مع أنه ما شفهاش اللي مرة وبالليل نزلت قون على السوق علشان تستمتع بتجربة الطعام الكوري الشعبي واللي عجبها جدا لدرجة أنها فضلت تشرف في كحول لحد ما فقدت الوعي وبقت تهلوس وتاني يوم اكتشفت قون أن حاجزها في الفندق انتهى وأنه كان ليومين بس مش خمسة وده اللي بيصدم قون جدا علشان كده حاولت أنها تتواصل مع هيون أكتر من مرة لكن ما كانش فيه رد وبعد كده زيد المبلغ المطلوب من قون مقابل إقامتها في الفندق وساعتها ما كانتش عارفة تعمل إيه علشان كده بعتت لهيون رسالة صوتية تاني وقالت لها تنقذها لأن معهاش أي فلوس ترجع للتايلند ولا حتى تدفع للفندق وده اللي بيخليها تروح لغرفة مايك وتترجو يسلفها الفلوس وأول ما ترجع تايلند هترجعهم ليه وبكل ذوق بيقوم مايك شايلها ورميها برا غرفته ولما بترجع قول له غرفتها بتفضل تعيط لحد ما بتلاقي فكرة ممكن تستعطف بها مايك فبتقوم رايحوله ومورياله صورها هي وجاي وقالت له إنها جات كوريا علشان تتجوزه لكنه خدعها وهرب وحطها في أزمة وبتقوم معياته علشان تزود الإبداع الدرامي للمسلسل اللي ألفته وبعد معاناة بتقدر قون تاخد الفلوس اللي محتاجها من مايك وتمشيه وتاني يوم في المطار بعتت قون رسالة صوتية لهيون وقالت لها إنها قدرت تجيب فلوس وتشتري تذكارة الطيران فعرفتها إنها لما توصل هتعمل فيها اللي لا يمكن تتخيله وبعد ما بتوصل قون مش بتلاقي أي حد في البيت والصبح بتتفجئ بمشتري البيت اللي قالها أن هيون باعت له البيت وهو باعه لشخص تاني وبيديها مهلة أسبوع علشان تمشي من البيت وده اللي بيحزن قون جدا خصوصا إن ما عندهاش أي بيت تاني تعيش فيه وهيون اختفت ومش عارفة توصل لها وبيوصل مايك على تايلند وبيروح يقبل حبيبته ميترا اللي ما كانش برضو واضح عليها الفرحة خالص بعد كده لبسته جاكت من تصميمها وبيكون مايك فرحان بيه لكنه بيكتشف إنها مصممة الجاكت لجاي وده اللي بيديقه جدا ولما بيخرج بيكلم قون وبيطلب منها تيجي تقابله في المكان اللي هيبعت عنوانه لها ضروري ولما بتروح قون تقابله طلب منها مايك إنها تيجي معاي بالليل علشان يتعاشه سوا ومن غير ما تسأل عن السبب يا إما تجيب الفلوس اللي أخدتها منه وبيديلها فلوس وبيطلب منها تشتري أحلى فستين وتروح للكوافر تزبط نفسها كده علشان تبهر الكل وقد كان أخدت قون الفلوس من هنا وطلعت عن مول اشتريت الفستين ورحت تزبط شعرها وبالليل ولما شافها مايك ما كانش عارفها من التغيير اللي حصل لها وقبل ما يدخلوا المطعم قالت قون لمايك لو سمحت ممكن تعرفني إحنا هنا ليه؟ يعني علشان أمشي على خطتك ومسبب لكش أي مشاكل فرد عليها مايك وقال لها بصي بصراحة أنا معرفش أخدتك معي ليه بس توكلي على الله وينزلي وكل خير ما تقلقيش ولما بيدخولوا المطعم بيفرح جاي أول ما بيشوف قون وبيعرف مايك من كلامه إنه ما شافش قون إلا مرة واحدة وإنها كده كدبت علي علشان تاخد منه فلوس في كوريا أما قون فكنت عايزة تسكت جايبه أي طريقة علشان يبطل يحكي لهم عن مقابلته الوحيدة ليها وده اللي كان مخلي مايك هيطق منها ومستحلف لها بعد العشاء لازم يعقبها على كدبها وبعد العشاء بياخد جاي ميترا علشان يوصلها وبياخد مايك قون من إيديها وبيقول لها إنها محتالة وساعتها حاولت قون تفاهيموا اللي حصل وإنها تعرضت للنصب من أختها لدرجة إن ما بقاش عندها بيت تعيش فيه لكن مايك ما صدقهاش وقال لها إن دي كمان تمثيلية من تألفها والحوار خلص في النهاية على إن قون ضربت مايك بالشلوت وجريت والصبحت فجأة قون إن المشتري الجديد بعت العفشة على البيت بتاعها وتاني يوم عرفت إن اللي اشترى البيت هو مايك اللي قال لها أنا تأكدت من قصة بيع أختك للبيت وكل الكلام ده حلو بس برضو سيبي البيت علشان أنا هاجي عيش فيه علشان كده أخدت قون شنطتها ومشيت ورحت قعدت في الشارع في عز المطر وهي بتعيط والصبح لقاها مايك قعدة قدام البيت ولما طلب منها تمشي قوم عليها وفي وقت ما كان قون مهم عليها قرأ مايك مذكرتها عن والدها وتأثر جداً من كلامها عليه وده اللي خليها تعطف معاها لكن قون بتكون بتمثل علشان تصعب عليه ويخليها في البيت وأول ما بيمشي مايك من جنبها بتقوم بسرعتها كل إنها ميتها من الجوع وبعد ما بتخلص أكل بتكون كلها نشاط وحيوية وبتقوم تنظف كل البيت بعد كده اتصل جاي بمايك وعزمه على حفلة افتتاح شركة الجديدة وبعد ما بيقفل معاه جاي بيتصل بمينترا هي كمان ويعزمها على الحفلة ولما بتعرف مينترا إن جايها يظهر في مكتبه علشان عنده شغل قررت تعمل معاه حركة جدعانة وتعمل أكل ليه هو والموظفين وتروح بنفسها توديهوله وبالليل وقبل ما يدخل مايك البيت بتجري قون واثنين وتعمل نفسها لسه تعبانة لكن مايك بيقدر يكتشف مخططها وبيطلب منها تخرج برا بيته ولما حاولت قون إنها تترجى تفضل في البيت لحد ما تلاقي بيت تاني بيوصلوا في النهاية الحل يرضي الطرفين وبتكون قون مسؤولة عن تنظيف البيت والطبخة كل يوم وده مقابل إنه يعفيها من الدين اللي عليها والصبح بياخد مايك قون في جولة في البيت وبيقول لها تمسح الأرضية مرتين ثلاثة ولو حب التكتر يبقى كويس لإن أهم حاجة عنده النظافة ولما مشي بدأت قون في تنفيذ المهام زي ما كان مصلوب منها بعد كده بيروح مايك يشتري خاتم لمينترا اللي مش معبراء أساساً وقبل ما يروح لها بيفضل يتدرب في العربية على إزاي هيقدمه لها وفي المطعم بيستنى مايك مينترا الوقت كبير لكنها مش بتيجي وبتفضل تروح تتعشى مع جاي وتكتفي إنها تبعت رسالة وتقوله فيها إنها مش فضية وده اللي بيضايق مايك جداً ولما بيرجع على البيت بيخرج كل عصبيته على قون اللي ملهاش أي زنب في الموضوع ده يا مايك على فكرة وعلى العشاء بيفضل جاي يتكلم عن مايك كتير وده اللي خلى مينترا تقوله بقولك إيه ما تنسى مايك ده بقى وركض معي اسألني مثلاً عن هوايتي ولما بتروح مينترا الحمين بترجع وتلاقي وراء أسابها لها جاي مكتوب فيها إنه مشي علشان عنده مشوار مهم وده اللي دايق مينترا جداً لإنها حست إن الموقف ده عدم اهتمام واضح من جاي وفضلت ساعتها تعايت وزاعتها بتفتكر مايك واللي عملته فيه علشان كتا تصرت بيه وطلبت منه ما يزعلش منها بعد كده شايف تقول مايك وهو بيتدرب على الكلام اللي هيقوله المينترا لما يديها الخاتم وده اللي بيخليها تضحك وتقوله إنه قديم قوي في كلام الحب ولازم يجدد من نفسه والصبح بيلاقي مايك في الجرايد خبر عن وجوده في مطعم مبارح علشان يقابل حبيبته لإنها ما جاتش وده اللي بيضايقه جداً وبيخليه يخرج من البيت وهو متعصب وفي مؤتمر صحفي وضح مايك الإشاعة للجمهور وقال لهم إنه كان منتظر صديقها مش أكتر وبعد كده بيتصل مايك بمينترا اللي عرضت عليه يجيلها البوتيك ويتغدوا سوا بدل ما يخرجوا مع بعضه والصحافة تشوفهم ولما بيوصل مايك هناك بيعرف من مينترا إنها محطمة بسبب حبها الجاي اللي مش بيبدلها نفس الشعور وده اللي بيحرج مايك جداً وبيقول لها إنه نادمين على حبه ليها طول الوقت ده وفي المقابل هي ولا شايفة أصلاً وبيسيبها ويمشي ولما بيرجع مايك على البيت بيطلب من قون إنها هتجهز لهم العشاء وبعد العشاء بيسهروا مع بعضه وبيقرأ مايك القصة بتاعت قون وقال لها ملاحظاته عليها وبعد شوية بدأ كل واحد فيهم يفتح قلبه للتاني من غير ما ياخد باله وحاجاله عن مشاكله في الحياة وأمنياته والصبح رجعت ريمة لعادتها القديمة وبدأ مايك إنه يدي الأوامر لقون في التنظيف والطبيخ في اللحظة دي تخيلت قون بإني يا لو الحياة تقلب ويبقى مايك هو اللي بينظف وهي اللي تؤمر وساعتها هتطلع عينه يا سلام دي الحياة تكون جميلة قوي بس للأسف بتفوق من حلمها وتتصدم بواقعها القليم بعد شوية بتوصل بينز صديقة مايك اللي قالت له إن الصحافة مقلوبة عليه بعد ما تصور في بوتيك منترا وطلبت منه ميروحش حفلة افتتاح شركة جاي لكن مايك صمم وقال لها إن جاي هيزبط كل حاجة وتاني يوم راح مايك الحفلة عادي ومعها قون اللي عملت نفسها متعرفوش وكان حبيب مايك يوضح قدام الصحافة إن العلاقة بينه وبين منترا صدقة مش أكتر وفي وسط ما قون كانت بتدوق كل الأكل ومنسجمة جدا لات قدامها جاي اللي طلبت منه قون الانضمام لشركته طالما الشركة تخصصها في الأفلام والكلام ده وساعاتها قال لها جاي تبعت له نموذج من شغلها وبعد كده يقرر وبالصدفة بتشوفهم منترا وهم وقفين مع بعض وجاي ماسك إيد قون وده اللي بيخليها تتدايق جدا وبتروح لهم وهي جامرة من النار وتقول لي جاي مش انت قلتلي هتيجي تاخدني من برا ما جتش ليه في اللحظة دي حزت قون إن الموضوع شخصي علشان كده استأذنت ومشيت وده اللي عصب جاي اللي قال لمنترا بشكل واضح إنها مش أكتر من صديقة بالنسبة له وبيعرفها إن مايك بيحبها ولما سابته منترا ومشيت علشان تروح لمايك لقيته أعلن حب القون قدام الصحافة علشان يعرفها إنه مش بيفكر فيها ولما بيرجع مايك على البيت بيكون متضايق إنه استغل قون في مشكلة خاصة بي ولما بتشوف يون وباول خبر على التلفزيون بيكونوا مستغربين جدا وجود علاقة بين قون ومايك وتاني يوم طلب مايك من قون إنها تفضل تمثل إنهم في علاقة قدام الصحافة وفي المقابل هيرجع لها البيت وبيديها يوم مهلة للتفكير وبعد ما قعدت قون تفكر في نفسها إيمة خمس ثواني كده وفقت على المبدأ لكن بشروط وطلبت من مايك إنه لازم يوافق على الشروط دي ولما بيحس مايك من كلام قون إنه شخص عادي جدا ومايتحبش ولا حاجة قالها إنهم يعملوا رهان لو حد فيهم وقع في حب التاني الأول يبقى خسر الرهان والبيت يكون من حقه وبيعرفها إن خلال يومين هيكون فيه مؤتمر صحفي علشان يعالنوا عن ارتباطهم وبيطلب منها ما تتوترش بعد كده بيروح جاي لمينترا وبيلومها إنها خرجت الأمور بينهم عن السيطرة وبيتأسف لها لإنه مش قادر يبدلها نفس الشعور وساعتها افتكرت مينترا ذكرياتها مع مايك وجاي وقد إيه كانوا قريبين من بعضه بيحبوا بعض بعد كده راح مايك وهو مسك إيد أون في المؤتمر الصحفي وكل واحد فيهم مسل الدور بتاعه وزي ما كان مطلوب منه بالزبط ولما بتشوفهم مينترا بتكون متضايقة جدا تحس إن أي حد بيرتبط مينترا بتتضايق منه وتاني يوم قابل مايك جاي اللي سأله عن أحواله وهو أون لكن مايك كان بيرد عليه ببروتشي دي وطلب منه يبطل يعمله كوالده في نفس الوقت كانت أون بتزور أهل مايك وهي محرجة جدا وقالت لهم يعذروها لو خبر رتباطهم جيه فاجأة وهناك قبلت أون جدة مايك اللي فضلت تفصص فيها حتة حتة ومعجبتهاش برضه ولما بيجي مايك بيكون واضح إن علاقته بوالده مش أفضل حاجة وفي الطريق سأل مايك أون لو جدته فضلت تسألها أسئلة كتير ملهاش لازمة فردت عليه أون وقالت له هو من الواضح كده أني كلي على بعضي مما دخلتش دمخها أصلا بعد كده شدوا الاتنين مع بعض فنزل مايك أون على الطريق السريع ولما حسب غلطته رجع علشان يخدها فملقهاش وفي البيت لقيت أون أختها هيون وباوجين وبتعتذر لها هيون على اللي حصل وبتطلب منها تيجي تعيش معهم في بيتهم اللي لما وصلوا له ووطهم الاتنين على رجل أون علشان تسامحهم وبيقولولها أن في موضوع طرق علشان كده ما كانش قدامهم اللي بيع البيت وساعتها قالت أون لهيون على عقد الزواج المزيف اللي هي مضت عليه مع مايك علشان ترجع البيت وبتعرفها أنها مش هترجع البيت تاني لأنها ما بقتش قادرة تتحمل تصرفاته والصبح كلمت والدة مايك أون وطلبت تشوفها ولما راح تقول لوالدة مايك طلبت منها أنها تعمل جهدها علشان ترجع العلاقة بين مايك ووالده مرة تانية لأن والده قاله أنه مش هيحضر فرحهم إذا كان مايك يعرف باقتراحها ده ردت عليه أون وقالت له هي هترتب كل شيء وساعتها وافق والد مايك على طلبها وبتكون أون سعيدة جداً ولما بترجع على البيت بيكون واضح على مايك قلقه عليها ورح يتجرلها عن اللي عمله فقالت له أون أن الفرح هيتعمل في بيت أهلوه يا إما ما فيش أفرح هتتعمل وثابته ومشيت وبالليل فضلت أون ومايك متوطرين جداً لأنه اليوم اللي قبل فرحهم وما كانوش عارفين يناموا وتاني يوم الصبح لبس تقون اللبس التقليدي التايلاندي وكانت جميلة جداً في اللحظة دي بتدخل عليها والدة مايك وتلبسها العقد المتورس في العيلة ببقى إنها بقت زوجة ابنها وبتتمنى لها حياة سعيدة أما مايك فكان بيجهز هو كمان وساعتها وصلت مينترا واعتزارت له إنها جرحت مشاعره في اللحظة دي مايك كان متمالك نفسه بالعافية وساعتها قرر يستجمع قوته ولفلها ظهره وقال لها أنا قلت لك زمين إني مش هفضل طول عمري أجري وراكي وأظن النهاردة أكبر دليل على كلامي فبصت له مينترا بحزنه وتمنت له السعيدة هو وقون ومشيت وبعد انتهاء تقص الزواج رحت قون ومايك لمؤتمر صحفي أعلانه فيه عن زواجهم وإنهم هيقضوا شهر العسل في كوريا وفي الطيارة قال مايك لقون والله والله لو تقيقتي علي مرة تانية لرميكي من شباك الطيارة قديني قلته ولما بيوصلوا كوريا بتبقى قون فرحانة نفس فرحتها الأولى بس فرحتها المرة دي متضعفة علشان مش هتدفع فيها مالين واحد وطبعا زي أي شهر عسل بيكون العرسان طيرين من الفرحة قون ومايك كانوا كده برضو ومش طيقين بعض وده اللي خلهم يكسروا الروتين ويخرجوا يتفرجوا على البلد مع بعض وبالليل راحوا كلوا اختبوت مقلي وشوية وبيوصل أصدقاء قون اللي تعرفت عليهم في كوريا المرة اللي فاتت وساعتها بتحرج قون مايك وبتقوله يلا أمر قص لهم ما انت بترقص حلوة قوي في تايلاند وقد كان وخلت قون النجم المشهور يرقص في حينة تحت السلم وبعد ما رجعوا للفندق مسكوا هما الاتنين فخناء بعض لحد ما هب وصلت شرارة الحب الأولى وطبعا علشان قون بتقدر اللحظات اللي زي دي بتقوم ضربة مايك بالروسية في دماغه وقالت له ملك كده مش عاجبني والصبح لما بيشوف مايك قون نفسها تركب عجل بيروح يجيب عجلة وبيقرر انه يعلمها ركوب العجل وبيعرفها ان واحدة قصيرة اوزع زيها تعليم العجل هيكون بالنسبة لها سهل جدا بعد كده هزر معيها وامسايبها وهي على العجلة مرة واحدة وده اللي خلها تقع ورجلها تتصاب في اللحظة دي بيقلق عليها مي جدا وبيروح بسرعة عندها ويربط لها رجلها بالكفية اللي كان لابسها واخر النهار حاول انه يراضيها بأي طريقة او حطها وراه على العجلة وجاب لها العصير اللي بتحبه وغزل البنات لحد ما وفقت تسامحه وبعد ما قضوا مع بعض اوقات لطيفة وعملوا ذكريات اجمل فضل مايك يبص القون بصة مختلفة وكأنه اول مرة يشوفها او شافها بعين جديدة وانتو طبعا عارفين بقى هي ايه العين الجديدة دي وفي الطيارة ناموا هما الاتنين على كتفة بعض من غير ما يحسوا ولما بتشوفهم المضيفة قالت في نفسها بسم الله ما شاء الله ربنا يبعد عنهم العين لكن طبعا ده ما ينعش ان مايك يرجع لعاته السيئة واول ما يوصلوا البيت يطلب من قون تخسر الهدوم وتحضر الاكل زي ما كانت بتعمل وعلى الفطار حس ان الاكل شكله مش قد كده فقام رمي الطبق من الشباك وده اللي عصب قون جدا وقامت سايبة ومشية بعد كده حاولت مينترا انها تكلم مايك لكنه رفض ان يرد عليها وساعتها شايفت صورته هو وقون على الصفحة الاولى بما انه مع صفير الكناريا الجدد في الوسط الفني والكل كان مهتم يعرف اخبارهم وتاني يوم قررت قون انها تنتقم من مايك اللي مش بيعجبه اي اكل علشان كده طبخته رجول الفراخ لكن المفاجأة بقى ان دي كانت اكلته المفضلة وفرح جدا وهو بيكلها وبدأ اللي استلطاف يزيد بين الاتنين والصبحي راح تقون لدار النشر وهناك عارفت من المسؤولة انها عايزاها تكتب قصة تعرفها على مايك علشان دي رواية هتتبع اكتر لكن قون بترفض وبتاخد روايتها وتمشي وهي محطمة جدا علشان تنضم الشركته فبيطلب منها تيجي المكتب ويقابلها ولما بتوصل قون للمكتب قال لها جاي انها تسيب له الرواية يقراها وبعد كده هيطلب يقابلها علشان يتنقش معاها في التفاصيل ولما بترجع قون على البيت بتلاقي مايك جايب لها عجلة وده اللي بيفرحها جدا لكن مايك بيبوز كل المشاعر الجاملة دي لما قال لها انه جايب العجلة بس علشان يعرف اذا كان لغباء البشر حدود في التعليم ولا لا وطبعا قون بتثبت النظرية وبتأكد لمايك ان حدود البشر في الغباء لا يمكن التنبؤ بها واخر اليوم جات مينترا البيت فجأة وقالت لمايك انها بتحاول تكلمه من اسابيع ومش عارفة توصله ساعتها قال لها مايك انه ما بقاش متحليها زي زمان ولا هيقدر يكون عارض الازياء الخاص بيها بعد كده وده اللي بيحزن مينترا جدا وبيخليها تمشي من غير ولا كلمة وبيروح مايك يقعد على البحر وهو مشوش مش عارف حقيقة شعوره ناحيتها منه ما يعملش اي تدريبات على الاقل شهرين علشان الكحل ما يتورمش وده اللي بيخالي بنزة تتصدم لان مايك المفروض عنده حفلة بعد شهر وضروري انه يكون فيها وطبعا استغل مايك الموقف علشان يشغل قونه اكتر وهي بقت زي النحلة في البيت بتقول حاضر ونعم بدون اي نقاش وبالليل حاول تقول انها تركز في الكتابة شوية لكن مايك كان كل شوية بيكلمها ويخليها تفصل وده اللي عصبها وطلبت منه شوية هدوء لحد ما اتخلص اللي بتعمله لكن مايك ما كانش عنده كلمة سيقصة خالص وفضل وراها لحد ما جت قاعدت جنبه ودردشه مع بعض لحد ما نامه وتاني يوم في الشركة قال جاي للفريق بتاعه انهم عايزين يستهدفوا شريحة الجمهور الكبيرة اللي بتفضل الدراما الرومانسية الكوميدية خصوصا بعد جوازه فالموضوع ده بالنسبة للجمهور هيكون افضل وبعد الاجتماع بيتصل جاي على تليفون قون لكن مايك رده وقاله انها مش فاضية وممكن يقوله هو عايزها في ايه ولما بيرفض جاي يقوله سبب باتصاله بيكون مايك غيران جدا ولما بتعرف قون بالمكالمة بتاتصل بجاي اللي قال لها ان قصتها احتمال كبير تكون سيناريو سينمائي علشان كده عايزي قابلها لمناقشة التفاصيل ولما بتصل قون على الكافي بيكون جاي في انتظارها وبيبدأوا يتناقشوا في المشاهد اللي عايزة تتعدل في الرواية وبعد شوية طلبت منه قون انها ترجع على البيت علشان لازم تغدي مايك وتديره الدواء وفي البيت بتلاقي يقوم كل حاجة متبهدلة عقابة لها انها سابت البيت وخرجت بعد كده اتصلت منتراب جاي وطلبت منه انهم يتقابلوا وهناك قالت له ان مايك خلاص تجوز هل ممكن يشوفها بطريقة تانية؟ وده اللي عصف جاي جدا وقال لها انها هتفضل بالنسبة له اخت الصغيرة ومش هينفع تكون اكتر من كده وده اللي بيخليها تمشي وهي حزينة وتروح لمكانها القديم وساعتها كلمت مايك وقالت له انها بسفر امريكا وهتعيش هناك لان خلاص ما بقاش لها حد هنا ولما بيعرف مايك بالخبر ده بيطلب منها تعرفوا على مكانها وبيقرر يروح لها ساعتها حاولت قون توقفوا لان ده خطر عليه لكن مايك مهتمش لكلامها وسبها ومشي ولما بيوصل عن دميترا فكرتوا بكل ذكرياتهم القديمة وساعتها طلب منها مايك متسفرش وانه هيرجع يهتم بيها زي ما كانوا زمان ولما رجع مايك على البيت لقى قون سايب باله الدواء على الترابيزة ورحت نيمت والصبح لقى الفطار برضو على الصفرة بدون ما تكون قون موجودة ولما قعد مايك علشان يفطر فدل يفتكر ذكرياته مع قون وهو مش عارف السبب وحس انه مفتقدها اما قون فكانت مشغولة في تعديل المشاهد اللي طلبها منها جاي وبالليل فدل مايك يتدرب على الرقاصات اللي هيقديها في الحفلة وكانت قون قلقان عليه وبتبص عليه من بعيد بس عزة نفسها منعها انها تقوله يوقف تدريب علشان رجله وأول ما رجله بتوجعه بتروح عليه قون على طول وساعتها مسك مايك ايديها ومرضاش يسيبها اكي انها مثلا كريم موف اللي هيخفف القليب وده اللي خلى قون تفضل طول الليل صهرانة جنبه بتدوي فيه وبتعمل شغلها في نفس الوقت ولما صحي مايك من النوم لقى قون نايمة تحت رجله فغطاها وفضل يبصلها بامتنين بعد كده فضل مايك يتدرب اكتر من مرة وفي كل مرة مش بيكون قادر يكمل ويوم الحفلة مسك ايد قون وطلب منها تكون جنبه في اليوم ده ولما طلع مايك على المسرح قدم العرض بأحسن ما يكون وبعد ما خلص شاكر قون قدام الكاميرات وقال انها أول داعمة لي وأكتر شخص بيهتم بيه في العالم وتاني يوم كلم مايك مينترا وطلب منها انهم يتقابلوا ورح كمان علشان يجيب وارد في نفس الوقت كان سواق عيلة مايك وصل وقال له قون ان الجدة طلبت تشوفها وفي الطريق كلمت بانز قون وقالت لها ان نادي المعجبين فرح جدا بتصريح مايك عنها مبارح علشان كده عملها هي كمان صفحة خاصة بيها لمحبيها في كل تايلند وبعد ما بتنهي مينترا ومايك الصلوات في المعبد لروح أخت مايك المتوفية طلبت مينترا منه يسامح والده لانه ما كانش السبب أكيد في موت بنته وكل دي أقدار ولما بتوصل قون على بيت الجدة بتلاقيها زعلانة منها جدا ومتجهلة الكلام معيها علشان كده بتقوم قون وترقص لها وأول ما بتشوف الجدة رأسها بيغمى عليها على طول ولما بتفوق الجدة الحمد لله بتاخد قون علشان تعلمها الأكلات اللي بيحبها مايك وده اللي خلى قون تتصل بمايك علشان تقوله انها طبخت أكلته المفضلة لكنه بيكون نيم وبتكنسل مينترا عليها ولما بتبعت قون صور الأكل لمايك بتقوم مينترا مسحها برضه ولما بيفوق مايك طلبت منه مينترا يروح يتغده في بيت الجدة لأن أكلها وحشها جدا بعد كده أخدت والدة مايك قون ووريتها الأودة بتاعته وصوره مع أخته اللي توفت ولما بيوصل مايك ومينترا بيت الجدة بيتفجي انه قون هناك هي كمان ولما سألها ليه ما بلغيتوش انها هنا ردت عليه قون وقالف له انها اتصارت بيه بس هو ما ردش وعلى العشاء بتكون قون متضايقة من تقرب مايك ومينترا حتى الجدة ووالدة مايك لحظه ده علشان كده اتصلوا بمايك بالليل وطلبوا منه يراعي شعوره قون وما يكونش قريب كده من مينترا لأنه خلاص تجوز والكلام ده ما يصحش دلوقتي ومن بعدها وكل يوم جدت مايك تطلب قون عندها في البيت لحد ما قون تعبت وبقت تتحجج انها تعبانة وتاني يوم كلمت مينترا مايك وقالت له ييجي معها لسبا لأنه بقى لهم كتير مرحوش مع بعض وبيوافق مايك وفي نفس الوقت راحت هيون وباولو قون في البيت وقالت لها قون إن احتمال كبير إنها هتولى الطفل معاق لكن علشان يتأكدوا لازم هيون تعمل نوع معين من التحاليل وده مكلف جدا علشان كده طلبوا منها فلوس في اللحظة دي قون بتتجنن عليهم وبتقولهم إنهم باعوا البيت من وراها وبسببها هيعيشة زي الخدامة وكمان عايزين منها فلوس والأغرب بقى إن هيون هي اللي بتزعل وتمشي بعد كده بيصور الصحفيين مايك وهو مع مينترا وتاني يوم راح تقون تقبل جاي علشان يناقشوا تفاصيل الشغل وساعتها طلب منها جاي يتغدوا مع بعض فابتقدوا قون على الأسواق الشعبية وياكلوا هناك وساعتها بتلقطهم صور الصحافة ولما بترجع قون على البيت بيتخانق معها مايك لإنها مرضتش تقوله كانت فين علشان كده اتصل بمينترا قدام قون وطلب منها إنهم يخرجوا يتغدوا مع بعض وفي المطعم بييجي جاي بالصدفة ويسلم على مايك وبيقوله عن يومه هو قون وده اللي خلى مايك يضايق جدا وبعد ما بتيجي مينترا بيقوم جاي يمشي بعد ما قال لمايك إنه كل أسبوع هيقبل قون علشان الشغل اللي بينهم وبيعرفوا قبلها هو علشان ما يحسش بالغيرة ولما بيرجع مايك على البيت وبيشوف قون بتشتغل فبيقوم معالي التلفزيون على الآخر وبيقول لها إن جاي قال على السيناريو بتاعها سيء جدا ولما بتقوله قون ملكش دعوة اتعصب مايك وقال لها أن من النهار ده ما فيش خروج ولا أجازات ولو ده ما حصلش هيخصم من الراتب وهتفضل طول عمرها مديونة لي والصبح بتيجي الجدة وساعتها بتستغل قون الموقف وتطلب من مايك يساعدها في شغل البيت كأي زوجين وطبعا علشان الجدة ما تلاحظش حاجة بيعبل مايك كل اللي طلبته قون وهو خلاص هينفجر من الغيز أما هي فكانت في قمة السعادة وقبل ما تمشي الجدة وسطهم بالوصايا العشر طبعا وقالت لهم شدوا حلكوا بقى يا ولاد عايزة شوف حفيدي قبل ما موت وتاني يوم جهزت قون الفطار لمايك وخرجت وساعتها اتصل مايك بسكرتيرت جاي وطلب منها يعرف مكان جاي لأن بالتأكيد قون معاه ولما بيوصل مايك للكافيه اللي فيه جاي ومايك بيلبس ندارة شمس وبيعودي رائبهم من بعيد ولما بيشوفوا جاي بيروح يقول للموظفين إن المطرب المشهور مايك قاعد هناك ما تروح تصوره معاه وفي وقت ما كان مايك مشغول بأخذ الصور مع المعجبات خد جاي قونه ومشي وفي الطريق عرفها إن مايك جهي الكافيه علشان يرائبهم ولما بيرجع مايك بالليل على البيت بتفضل قونت التاريق عليه علشان كان بيرائبها فبيقوم خبطها بالمخدة ويوقع الماي على اللابتوب يفصله علشان كده مش بيتجرق إنه يطلب منها تعمل له الفطار وقامه وعمله الصبح بعد كده بيطلب منها مايك تستخدم اللابتوب بتاعه عبل ما بتاعها يتصلح لكن قون بترفض إنها تاخد حاجة منه ولما بتروح تقابل جاي ويعرف إن اللاب بتاعها باز بيطلب واحد من الموظفين يجيب لها جهاز حالاً ويوصلوا لقون في الكافيه ولما بترجع قونة على البيت وبيشوف مايك اللابتوب الجديد معاها بيعرف إنه من جاي فبيتعصب جداً وبياخده يرميه على الأرض وده اللي بيحزن قون جداً وبتسيبه وتمشي بعد ما بتقوله إنته ليه بتكرهني للدرجات دي ولما بتاخد قونة شنطتها وتمشي بيروح وراها مايك وبيعتذر لها وبيقول لها إن في علامة تجارية عايزان إحنا الاتنين نعمل لهم إعلان فخليكي قاعدة معي وما تضيعيش عليكي الفرصة دي ولإن الفلوس عند قونة آخر حاجة ممكن تفكر فيها وكرمتها أهم طبعاً فبتوافق على طول إنها ترجع لبيت بعد كده بتتصل مينترا بمايك وبتقوله إنها هتلبسه من تصميمها في إعلانه الجديد وقبل الإعلان عمل مايك وقون لقاء مفصل وكل واحد فيهم اتكلم عن مقابلتهم الأولى ولما جه دور مايك قال إنه قون غيرت حياته اللي كانت كلها ملل بشقوتها وخناقتهم مع بعض وخلت حياته لها معنى والكلام ده اللي بيفرح قون جداً وبيعصب مينترا جداً جداً وبعد المقابلة بتاخد بنز قون على جنب وبتقولها على فكرة مايك ما قالش النص اللي كان مكتوب له وبتعرفها إن كل الكلام اللي قيله كان من قلبه بجنب والتاني يوم سفرت قون ومايك على كوريا علشان يصوروا إعلان الآيس كريم وفي وقت التصوير كان بينا عليهم الانستجيم زي ما انتوا شايفين المطلوب منك تأكل قون الأيس كريم بالرومانسية مش تحسسنا إنك هتخنقها وبيمر التصوير على خير وبتروح قون هي ومايك علشان يصوروا لقاء على جسر إقفال العاشقين في سيول وتاني يوم كان عيد ميلاد قون علشان كده قرر مايك إنه ياخدها ويفسحها فسحة على مزاجه وفي العرض المسرحي كانوا مسكين إيد بعض من غير ما يحسوا وآخر اليوم عمل لها مايك عيد ميلاد صغير على قدهم والصبح بيروحوا هما الاتنين يكملوا الإعلان وبعد كده بيكون عندهم تصوير وهما بيتعلموا صنع الكيمشي الكوري وبعد يومهم الطويلة اللي كان ماليان شوك بيخرجوا يتفسحوا بالليل وبيكون واضح قربهم من بعض جدا ولما رجعوا من السفر كان مايك متغير جدا لدرجة إنه بقى يساعد قون في التنظيف بكامل إرادته بعد كده راح تقول لهيون ودت لها الفلوس علشان تعمل الفحوصات الطبية اللازمة وده اللي بيؤثر في هيون جدا وبيخليها تعيط وبتتصل مينترا بمايك وطلبت منه يتعشوا سواء وفي المطعم كان واضح على مايك إنه متوتر وعايز يخلص عشاب سرعة ويرجع على البيت علشان كده قالت له مينترا هو أنت خايف للهانب اللي في البيت تزعق لك على التأخير ولا إيه بنفس الوقت كانت قون منتظرة مايك طول الليل ولما تعبت نامت والصبح عملت غلفطر ومشيت بعد كده قالت هيون لباو إنها عايزة الفلوس اللي أخدها علشان تروح تعمل الفحوصات ساعتها اعتذر لها باو وقال لها إنه اشترى بيهم أسهم كلهم وده اللي بيدايق هيون جدا وبتتهموا بعدم حبها لا هي ولا الجنين اللي في بطنها وفي نص اليوم بتكلم الجدة أون وبتطلب منها تيجي عندها علشان هي زهقانة وساعتها بتاخد أون مايك وبيروحوا للجدة وبيخرجوها من مودة زهق وبياخدوا براكتها وبالليل اتعشرت العيلة كلها مع بعض وبيكون واضح إن العلاقة بين مايك والده تحسنت وكلهم كانوا فرحانين لكن مفرقة الجامعية مينترا اتصلت بمايك وطلبت منه إن ييجي ضروري علشان هي مريضة جدا وفي المستشفى شكرت مينترا مايك إنه جيه وبقى جنبها في نفس اللحظة اتصلت أون بي لكن مايك ما كانش عارف يقول لها إيه علشان كده قرر مايردش عليها بعد كده رجع مايك متأخر للبيت وهو معي شطة خضر كبيرة وقال لأون إن مينترا مريضة وهو هيعمل لها أكل وبتفضل أون مرقبة من بعيد وهي حزينة بسبب إنها شايفة قد إيه مهتمة بمينترا وتاني يوم رحت أون وقابلت جيه اللي كان شايفها مشتتة جدا المرادي ومش قادرة تركز معاه بعد كده بيروحوا هم الاثنين علشان يزوروا مينترا اللي قلت قدام أون إن مايك مهتم بيها جدا فوق ما هي كانت تتخير علشان كده طلب جيه من مايك إنه يروح يشم شوية هوا وهو هيقعد مع مينترا ساعتها بتخرج أون من الغرفة وهي متضايقة وده اللي خلى جيه يطلب من مينترا إنها تاخد بالها من كلامها لإنها بتتكلم قدام زجة مايك ولازم تراعي شعورها وبيروح فوراً وراء أون وبيطلب يوصلها ساعتها رفضت أون وقالت له إن في العادي محدش بيهتم بمشاعرها وكان رد جيه عليها إنه دايماً هيفضل مهتم بيها في نفس اللحظة بقى كان مايك واقف وسامع الكلام ده علشان كده بيروحوا يتخانق مع جيه وبيتتهموا إن جاب أون للمستشفى علشان يفتعل بينهم خناقة وفي البيت طلبت أون من مايك إنهم ينفصلوا لإنها خسرت الرهان ووقعت في حبه وما فيش فرصة للتعادل بينهم ساعتها رد عليها مايك وقال لها إنهم فعلاً متعدلين لإنه هو كمان بيحبها لكنه مش هيقدر ينقض العهد اللي وعد به مينترا فإنه يهتم بيها طول حياته فبتقوم أون قلع خاتم الزواج ومشيه وتاني يوم شاف جاي أون وهي قاعدة تحت المطر وبتعيط علشان كده أخدها معاه البيت وعمل لها أكل وطلب منها تقعد معاه لحد ما أعصابها تهدى وشوية وبيوصل مايك وأول ما بيشوف أون بيتخانق معاها لإنها في بيت جاي لوحدهم لكن أون قالت له إن ده الشيء ما يخصهش وإنها مش هتكمل معاه ساعتها سأل جاي مايك إذا كان بيحب أون ولما ما لقاش رد قال لمايك إنه بيحب أون ومش مهم عنده إذا كانت هي لسه بتحبه ولكن الأهم إنه يبعدها عن الشخص اللي بيجرحها وتاني يوم سألت مين ترا مايك بشكل مفاجئ إذا كان لسه بيحبها وساعتها الرد عليها مايك وقال لها أخيراً اهتمتي إنك تسألي السؤال ده وبيفضل إنه مايردش عليها بعد كده راح بقول مايك وطلب منه يشتغل معاه لكن بشرط يديله الراتب مقدماً علشان المصاريف في الكلام ده وعلى الغدى قال جاي لو أون إنه هيفضل منتظر إنها في يوم تفكر فيك حبيب وبالليل فضلت أون تفكر في كلام جاي وهي مشتتة ومش عارفة تاخد قرار في نفس الوقت كان مايك حزين ومفتقد أون وشقوتها وخناقتهم مع بعض وتاني يوم راح لمينترا المستشفى وهناك قالت له مينترا إنه ما جاوبهاش على سؤالها مبارح علشان كده هتسأله مرة تانية بس بطريقة مختلفة وقالت له أنت بتحب أون ولما رفض مايك إنه يرد برضو زعاقت مينترا معاه وقالت له إنه مش قدر يحدده وعايز إيمن الأساس وتاني يوم قال لها مايك إنه فعلا ما كانش بيحب أون وقت ما تجوزها لكن دلوقتي وبسبب الوعد اللي قطعوا ليها مش قدر يكمل معاها على الرغم إنه بيحبها فكان رد مينترا عليه إنها مش مهتمة يحب ولا يتجوز مين الأهم عندها إنه يفضل محافظة على وعده ليها بعد كده بتتنشر الصور بتاعة مايك ومينترا وجايوا أون وبيتهم الرأي العيم أون ومايك إنهم كانوا بيتحقوا على الجمهور وإنهم لا بيحبوا بعض ولا حاجة علشان كده قررت أون إنها ترجع البيت وهناك قال لها مايك إنه هيقول لها تتصرف إزاي الفترة الجاية بعد كده وصلت مديرة أعمال مايك وطلبت منه يوضح لها إيه اللي بيحصل بالزبط وإيه الصور المتصربة دي وبتعرفوا إن الدنيا مقلوبة عليهم ساعتها قال لها مايك إنه عقده قرى بينتهي ولو حب أنهم يفسخوا العقد اللي بينهم هيكون لها حرية الاختيار وبيكبر الموضوع أكتر لما أهل مايك بيعرفوا ولما بترجع أون ومايك على البيت بيلاقوا جاي مستنيهم هناك وساعتها قال مايك إنه جاي علشان يتطمن عليه بعد الأخبار اللي انتشرت عنه والأزمة اللي هو فيها وقبل ما يمشي قاله إنه بيتمنى إنه يوضح كل حاجة بسرعة للرأي العام واتفق مايك وقون إنهم يرجعوا الحياة بعض من تاني بدون تدخل جاي أو مينترا في حياتهم ولا قراراتهم وبالليل قال مايك لأون إنه هيعمل مؤتمر صحة فيه علشان يوضح الحقيقة للرأي العام لكن مش عارف المؤتمر ده ممكن يترتب عليه إيه بعد كده بخصوص علاقتهم ساعتها عياته تقون وقالت له إزاي تقربني منك للدرجوديو فجأة تطلب مني أسه كل اللي بينك وبتكمل كلامها وتقوله إنه هيعمل كل ده بسبب حبه المينترا مش أكتر وقامت أون وثابته وراحت على قضيتها ودموعها على عينها ومقدرش مايك إنه يمسك دموعه هو كمان والصبح جيه بقى وقال لأون إن الدنيا مقلوبة في الصحافة على صورها هي وجي وصور مايك ومينترا وإن الجمهور بيطالب مايك إنه يعمل مؤتمر صحفي في أسرع وقت بعد كده قالت مديرة أعمال مايك لي إنه من الأفضل مايقولش كل الحقيقة قدام الجمهور لو حبي بيكمل في مجال الترفيه علشان كده حس مايك إنه محتاج لنصيحة والده جدا وراح علشان يقابله وساعتها قاله والده إنه طالما أخطأ رزم يتحامل مسؤولية خطأه كراجل ويعتذر قدام جمهوره على اللي حصل منه بينه وبين منترا مش أكتر من إنهم صحاب وإن جوازه من قون كان جوازة مصلحة وخلاص العقد بينهم انتهى بعد كده راح باو وإدى لقون الظرف واللي كان فيه جواب من مايك بيعتذر فيه عن كل اللي سببه لها وقال لها إنه حرر قلبها وما بقاش موجود في حياتها علشان ما تبقاش حزينة مرة تانية وبيعرفها إنه رجع البيت بإسمها من تاني وبيتمنى لها حياة سعيدة ساعتها بده نهار قون وبتفضل تعيط بشكل هستيري أما مايك فكان في الطيارة وذكرياته مع أون محوطة في كل مكان وتاني يوم رحت قون تزور جدة مايك اللي قالت لها إن مايك اتصل بيهم وطمينهم عليه لكنه رفض يقول مكانه لحد وقبل ما قون تمشي قالت لها والدة مايك إنها مرحب بيها في عالتهم دايما وأكيد هيكونوا مبسوطين بزيارتها في أي وقت بعد كده اتصل باو بقون وقال لها إن هيون بتولد وعلى طول بتروحوا أون مع الجدة والدة مايك علشان يتطمينه على هيون اللي بتولد بخير وبيكون الطفل بصحة كويسة وبيكون مايك في كوريا وهناك بيروح يزور كل الأماكن اللي كان فيها مع أون اللي ما بقاش فاضل منها لي إلا شوية ذكريات في قلبه وتاني يوم قرأ جاي السيناريو بتاع أون بعد التعديل والمرة دي عجبوا وقال لها إنهم هيشتغلوا على النسخة دي وطبعا أون بتكون طايرة من الفرحة علشان كده بياخدها جاية عشو مع بعض احتفالا بانتهاء السيناريو بعد كده استوحى مايك من ذكرياته مع أون أغنية جديدة وأصدرها على قناة اليوتيوب بتاعته ولقت استحسان الجمهور وبعد باور رسالة لمايك وقال له إن شركة جاي اشتارت السيناريو من أون وهيتعامل فيلم وده اللي فرح مايك جدا وبدروح مينترا الجاي وقالت له إنها حزينة جدا إن أون البنت العادية قدرت توقع أكتر رجلين مميزين في حياتها بحبها وده شيء غصب عنها ومش قادرة تتحمله وبعد ما مينترا أخيرا ردت بالأمر الواقع رحت تقابل أون وقالت لها إن مايك قبل المؤتمر الصحفي طلب منها تعفيه من الوعد اللي قطعوا لها زمان ولما سمعت أغنية الجديدة عرفت قد إيه هو بيحبك ونهيت كلامها بإنها طلبت من أون تبلغ مايك إنها عفته من وعده القديم وحررته من حبها وبتتمنى لهم حياة سعيدة ولما شافت أون أغنية مايك عرفت إنه في كوريا علشان كده قررت تسافر بعد ما سبت لجي رسالة بتعتزله فيها وقالت له إنها ما قدرتش تنسى مايك لإنه حب حياتها وقتروح له في كوريا وفي المطار راح جاي ودع أون بدموعني وقال له إنه بالتأكيد هيكون سعيد لسعادتها لإنه حبها بجد وبيتمنى إنها تلاقي مايك وتعيش حياة مريحة معاه وتاني يوم رحت مينترا وزارت جاي وهي معاها أكل من عمل إيديها ورجعت أيام صداقتهم الجميلة من تاني وبتوصل أون كوريا وراحت على نفس الفندق اللي نزلت فيها يوم مايك أول مرة لكن الموظفة قلت لها إنه مش موجود علشان كده رحت أون تدور عليه في كل الأماكن اللي راحوها مع بعض وبعد يوم طويل من البحث راح تجول لجسر إفال العشاء وهناك لقيت مايك اللي أول ما شافته جاريت عليه وهي مش مصدقة إنها لقيته أخيرا وبعد الكثير والكثير من اللحظات الرومانسية لبس مايك أون خاتم الزواج من تاني وقال لها إنها تكون بالنسبة لقلبه أول وآخر حب في حياته وبعد ما بيرجعوا تايلاند بيرجعوا لساحة الظهور من تاني بعد ما وافق مايك إنه يكون بطل أول فيلم من تأليف أون وبيعيش لتنين فتابات ونبات وأكيد في المستقبل هيخلفوا صبيون وبنات وبيخلص مسلسلنا بما قولت حبنا الحقيقي ليس شرطاً أن يكون الحب الأول ولكن يمكن أن يكون الحب المئة الذي نشعر فيه بسحر العشق لأول مرة